لأن الواحد الطول ما هو بيقرأ والله يا أخواننا بيشوف جمال وبيقرأ ويوقف على الدقائق في القرآن كده وواحد القرآن جميلة يعني وإنت بتقرأ القرآن بتبقى حلو لكن وإنت بتقرأ وإنت بتستمتع فيه قراءة اسمها قراءة المتعة وهي القراءة التي تقرأها بمفاتيح القرآن المفاتيح القرآن إخلاص النية واللغة العربية وأحاديث سلنا النبي صلى الله عليه وسلم وإنك تجمع الآيات اللي بتتكلم في قصة واحدة من كل صورة وتبتدي تجمعها وتجيبي الأحاديث بالنسبة لي الموضوع مش سهل